السلام عليكم أول شيء نقول لكم جمعة مباركة والله يدخل عني نوع لكم بالصحة والعافية وأنا شتوني لبستها كذلك لأنه لا أريد أن نسعر أنه فعلا أننا في يوم جمعة وأخذ هذا التأثير نفسي لا يوجد شيء يغلب عليها نصلي في الدار لي مدام الأمر فيه مصلحة للناس العامة الحاجة الثانية اللي أريد أن نشكر هو جميع المغربة على هذا الشيء الذي رأينا في اليامات والله 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 شيء يطلج الصدر بمعنى الاتحاد والتعاون والصندق التكافل لإنشاء صاحب الجلالة والمساعدات التي تدخل فيه والتدابير كلها اللي بدأت بدنا كنشوفها على أرض الواقع في واحد الوقت سريع والمساعدات والرحمة اللي بين الناس وهذه العقلانية لكي تدامين الحمد لله شيء جيد 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 خلينا نستمروا وكذا نستمروا في الحواج اللي هي إيجابي والله فيها خير أيضا أريد أن نشكروا واحد المبادرة اللي ستكون في العصرات الليل لأنه ستكون بعد ما نصلي والجمع لصلاة العشاء ونضرعوا إلى الله كاملين لكي يرفعنا هذا البلاء ونتقربوا إلى الله مرهبا نديروا واحد مسألة وهي من لا يشكر لنا لا يشكر الله لذلك بطريقة حضارية سنخرجوا كل واحد في السطح أو في البالكون لديه غيز رأي أو في قلبه أو الذي يريد ونغني النشيد الوطني بصوت واحد من أجل أننا نقول شكرا لهذه الناس اللي يضحيوا شكرا لصورته لهذه العطبة والأعوان ونحن مريدين وغيرهم لديهم علاقة مباشرة مع المرضى ومع ذلك يخرجوا الخدمة شكرا لأي واحد من يخرجوا شكرا لأعوان والسلطة والدارك والأعوان والسلطة كل واحد يخمم في المصلاحة العامة هذا الشيء والآن لاحظنا أن لا يخرجوا إلا بوثيقة نتمنى أننا نحافظوا عليها ونخرجوا الذي سيخدم شيء أمر مهم بالنسبة لعائلة وأخيرا نقول لكم الميساج الذي نقوله دائما هو إلا كنت تريد بلادك دعونا دعونا حسن شكرا وجمعة مباركة